في ختام أعماله وبعد يومين من نقاشات لبحوث في مجال سلامة الغذاء خرج مؤتمر سلامة الغذاء بالعديد من التوصيات اجتملت على ضرورة توحيد التشريعات والقوانين واللوائح الخاصة بسلامة وجودة الأغذية المستوردة والمنتجة محليا إلى جانب استكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء مركز سلامة وجودة الغذاء في جزء من أبحاثنا مركزين فقط على المعالجة هذه السموة الفطرية لأن كل المعالجة السابقة كانت مبنية على استقرام بعض المواضيع الكيميائية وبعض العوامل الفيزيائية التي هي بدورها ضارة بالنسبة للإنسان لذلك تركز الأبحاث بتاعتنا على استقرام بعض العوامل البايولوجية التي هي عندها تأسير سلبة بالنسبة للإنسان المؤتمر وفي ظل التطور الذي يشهده قطاع الصناعات الغذائية أوصى أيضا بإنشاء قاعدة بيانات للمنتجات الغذائية بأنواعها وذلك لرصد الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية يدعمه برنامج زمني لتطبيق نظم سلامة الغذاء في المنشآت الغذائية بالإضافة إلى تدريب العاملين على أسس ومعايير جولة وسلامة الغذاء من خلال تقييم المصانع الغذائية بشكل سنوي سلامة الغذاء في الوقت الحالي يعتبر من المواضيع المهمة وذلك لظهور العديد من الأمراض الملوثات كذلك الاعتماد الأساسي أو بشكل رئيسي على الأغذية المصنعة والتي حاليا تستورد من دول ممكن أن هذه الدول لا تطبق المواصفات المطلوبة في تصنيع الغذاء أيضا للاعتماد على استخدام المبيدات أو الكيمويات في رشل آفات الزراعية هذه كلها تؤثر على الأغذية التي يستهلكها الإنسان وضع خطة توعوية للمنتجين والعاملين والمستهلكين بقوانين ومتطلبات سلامة وجولة الغذاء كان من ضمن ما دعا إليه المؤتمر بالإضافة إلى تعزيز المختبرات بالأجهزة والمعدات اللازمة لرفع كفاءاتها وخاصة الأغذية المحورة وراثيا للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفة الخاصة ببطاقة البيانات وجاء في توصيات المؤتمر ضرورة إيجاد وتفعيل برنامج وطني للحد من استخدام المبيدات وتبني برنامج لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الغذاء لتطبيق الأساليب الصحية الجيدة لضمان سلامة الغذاء وتشجيع ودعم البحوث والدراسات الخاصة بسلامة وجودة الغذاء وتبقى حماية المستهلك وسلامة الأغذية في ظل المتغيرات الكبيرة الحاصلة في الأسواق العالمية ضرورة للحد من تأثير الملوثات الغذائية